بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب ان شاء الله نتري مع بعض الجزء السادس من الفصل السادس المقرر نظم بالمعالج الدقيق وفي الجزء لها جماعة هنتكلم عن implementation issues او بعض الموضوعات المتعلقة بعملية التنفيذ المقصود بها جماعة اثناء واحنا بننفذ عمل التايمر اثناء تنفيذه احنا مهتمين بايه او بعض مهتمين بموضوع اسمه shared user space او المشاركة اليوزرز فين في الوقت وفي الكود مش كده وفي ال data اذا احنا مهتمين بمشاركة اليوزرز خلي بالك دي مهمة جدا اثناء عملية التنفيذ المشاركة اليوزرز بيس ايه كمان مهتمين بالهود وديل ويز اوار ميديو الكاونتر ازاي الكاونتر عندنا بيه ايه بيه نقدر نتعامل معاه مهمة جدا مقصود بها ايه ايه ازاي التايمر واربس اراوند ازاي التايمر هتبقى ايه هيحصل لها عملية ايه راونز ايه هات ايه ال time هيتغير هيلف من ايه من وقت الوقت تاني التايمر هيمسك عملية ويسيب عملية تانية وهكذا طيب ايه كمان وكمان بالفنكشناليتي اداء الوظيفة بتاعه ايه يعني الفنكشناليتي ده مرضي ولا انت مش مرضي عن ايه الوظيفة بتاعته خلي بالك دي بعض العمليات الاسناء عملية التنفيذ اللي احنا دايما بنبص عليها الى مشاركة اليوزر وايه كمان وكمان ازاي بيه بيتعامل مع الكاونتر ايش كده وايه كمان وازاي الفنكشناليتي بتاعته بتظهر ووظفته هل هي يعني مرضيه بالنسبة لك ولا لأ طيب وايه كمان يا جماعة ويه what if two events are happening as the same time ايه اللي ممكن يحصل لو حصل اتنين events في نفس الوقت ايه اللي ممكن يحصل طيب ننفذ مين قبل مين مين اللي الاولاء في التنفيذ ولا ننفذ الى اتنين سوا خلي بالك يا شباب كل دي بعض الموضوعات المهمة اثناء عملية التنفيذ الى timers نقولهم تاني مع بعض share the user space المشاركة في في ايه اليوزر في space the user سواء كان الكود او time ويه كمان ازاي الكاونتر هيتم التعامل معه الاداء الوظيفي بتاعه ها للسيستم هل الاداء الوظيفي مرضي او انت مش مرضى مش راض عنه اثناء عملية التنفيذ طب ايه اللي ممكن يحصل اثناء two events ممكن يحدثوا مع بعض هل ناخد واحد منهم منسيب التاني ولا ننفذ الاثنين مع بعض حاجة كمان يا جماعة بنقول what data structures هيك اللي بنات بقى شكل عامل ازاي تمام يعني ايه ال data اللي انت عايز تخزنها او محتاج انك تخزنها ويتخزن في انهي صورة وبانهي ترتيب كل دي يا جماعة بعض الموضوعات اللي احنا مهتمين بها اثناء عملية التنفيذ واللي احنا دايما بنفكر فيها اثناء عملية التنفيذ وبنفكر فيها اثناء عملية